مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء التي عنونت في صدر صفحتها الجزائر قيادة وشعبا مع فلسطين في وجه الغطرسة الصهيونية وجددت دعمها الدائم والثابت بمناسبة ذكرى الأرض الخارجية وجاء في تفاصيل هذا المقالة لاحتلال يمارس سياسة إبادة جماعية واضحة في غزة والمجموعة الدولية عاجزة عن محاسبة الاحتلال وإرغامه على وقف جرائمه وجاء في تفاصيل هذا المقال يقول الكاتب أكدت الجزائر تضمنها مع الشعب الفلسطيني في صموده ومواجهته جيش الاحتلال الصهيوني وخططه الإجرامية الرمية إلى تهجيره وقضم المزيد من أراضيه والقضاء على حقه في بناء دولته مجددة دعمها الدائم والثابت له في هذه المحن وفي الدفاع عن أرضه وكرامته والذود عن حقه في إقامة دولته المستقلة حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وأوضح بيان الوزارة أمس يقول هذا المقال أن الشعب الجزائري يستذكر يوم الأرض المصادف لثلاثين من شهر مارس من كل سنة والذي يرمز لتشبث الشعب الفلسطيني الشقيق بأرضه ويجسد أسمى معاني التضحية في سبيلها مذكرا أنه في مثل هذا اليوم ومنذ 48 سنة خلت وقف الشعب الفلسطيني ضد قرار سلطات العدو الغاشم مصادرة أراضيه ضمن نزعته وسياسته التوسعية الرعناء ومستعينا بلغة الرصاص والترهيب التي خلفت العشرات من الضحايا بين الشهداء والجرحى يقول هذا المقال إلى جريدة المشوار السياسية التي عنونت في مقال آخر تنصيب اللجان الفرعية لاستراتيجية الوقاية من الفساد يقول هذا المقال تم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة تنصيب اللجان الفرعية الخمسة المكلفة بمتابعة تنفيذ غايات الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وخلال إشرافها على افتتاح ليوم دراسي خصصة لتنصيب هذه اللجان أبرزت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليم المصراتي أن هذه اللجان الفرعية تعد حلقة مفصالية وهمزة وصل بين القطاعات والمؤسسات المستهدفة بتنفيذ الاستراتيجية وبين اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الممتدة ما بين 2023 و2027 يقول هذا المقال ويتعلق الأمر باللجنة الفرعية المكلفة بتعزيز الشفافية وأخلاقة الحياة العامة لجنة تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحة اللجنة الفرعية المكلفة بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي يقول هذا المقال إلى جريدة أفريكا نيوز التي عنونت في مقال آخر بوطبة إنشاء 11 محطة لتكملة المخطط الاستعجالية الخاص بتحلية مياه البحر وقصد بلوغ نسبة 60% من التغطية والاكتفاء الذاتي يقول هذا المقال حسب ما جاء في تفاصيله في تصريح للمدير العام للشركة الجزائرية للطاقة محمد بوطبة وأن تكملة المخطط الاستعجالي في الخاص بتحلية مياه البحر يتضمن إنشاء 11 محطة لتحلية المياه مياه البحر وخمس محطات في طور الإنجاز بسعة 300 ألف متر مكعب يوميا إلى جانب ست محطات أخرى في قصد بلوغ نسبة 60% من التغطية والاكتفاء الذاتي في مجال المياه يقول هذا المقال جريدة أخبار اليوم عنونت في مقال آخر يتعلق بحوادث المرور تقتل 152 جزائريا في شهر واحد إلى جانب إصابة أزيد من 5000 آخرين حيث لقي 152 شخصا حتفهم وأصيب 5527 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 4719 حادث مرور بمناطق متفرقة من الوطن خلال شهر مارس المنصرب حسب ما علم أمس الأثنين لدى مصالحه الحماية المدنية من جهة أخرى شهر المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية الملازم أول يوسف عبدات إلى أن حوادث الاختناقات والتسممات بالغاز وغاز أحادي أكسيد الكربون هي الأخرى خلفت 14 حالة وفاة فيما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إسعاف 237 شخصا أصيبوا باختناق بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه والحمام جريدة أخبار الوطن عن ونتصدر صفحتها مجمع الشفاء أشلاء ودماء ودمار صور مروعة شاهدة على وحشية الكيان الصهيوني وجاء في تفاصيل هذا المقال يقول الكاتب لم يكن أحد ليتصور أنها ماجية الكيان الصهيوني قد تبلغ مدى لا يمكن لعق البشري أن يتحمله فوحشيته التي لم يشهد التاريخ مثلها فاقت كل الحدود وهو الذي لم يكتفي بالإمعان في القتل فقط بل أضحى ينكل بالجثث في صورة مرعبة لا تمت للإنسانية بصلة هذا ما حدث بالضبط في محيط المجمعة الطبية الشفاء أين كشفت صور مرعبة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مئة الجثث المتناثرة أغلبها تم التنكيل بها وبعضها أصبح وجبة للحيوانات وانسحاب جيش الاحتلال الصهيوني في مجمع الشفاء الطبي أمس ومحيطه غرب مدينة غزة كشف عن جريمة أخرى تضاف إلى السجل الأسود للمحتل الذي داس على كل قوانين الإنسانية قبل الأعراف الدولية يقول كاتب المقال إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا في مقال آخر تحديد تاريخ 19 ماي لانطلاق الإحصاء العام للفلاحة حيث عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة أمس الاثنين اجتماعا وهو الخامس برئاسة يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية رئيس اللجنة أيضا وتمحور تشغاله حول التحذيرات النهائية تحسبا لإطلاق عملية الإحصاء الفلاحي وتم خلال هذا الاجتماع تحديد تاريخ 19 من شهر ماي 2020 لانطلاق الإحصاء العام للفلاحة إلى غاية السابع عشر من شهر جوليا 2024 وبهذه المناسبة ذكر الوزير بالتوجهات التي أصداها رئيس الجمهورية ووجه الحكومة بإلاء كل الأهمية للإحصاء العام للفلاحة كونه آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة عنوان آخر على موقعي النهر أونلاين نقرأ فيه بيان هام من نفطال حول البطاقة الذهبية حيث نشرت مؤسسة نفطال بيانا عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك بعنوان سهل حياتك حول استخدام البطاقة الذهبية وأوضحت نفطال أنه بإمكان زبائنها استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الذهبية لدفع مستحقات كل المنتجات والخدمات عبر محطاتها وأضاف البيان أنه بإمكان استعمال البطاقة الذهبية عبر أكثر من أربعمائة نقطة بيع خاصة بالنفطال حسب ما جاء في هذا المقال موقع لاباتري نيوز عنوان في مقال آخر وزير الداخلية يطمئن أو يطمئن على حالة ضحايا حادث سطيف حيث تطرق هذا المقال إلى زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد رفقة المدير العام للحماية المدنية بزيارة قائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سطيف وذلك للإطمئنان عن حالته الصحية وظروف التكفل الطبي به إثر إصابته بحروق من الدرجة الثانية في جميع أنحاء الجسم وتم ذلك أثناء عملية التدخل في انفجار سهريت شاحنة لنقل المواد سارعة الالتهاب وتجدر الإشارة يضيف المقال أن المصاب تم إجلاؤه ليلة أمس إلى مستشفى زيرالدة للحروق الكبرى عبر مروحية تابعة للمديرية العامة للحماية المدنية موقع الخبر أونلاين عنوان في مقال آخر وزير النقل يوقف مدير مطار عنابة حيث قرر وزير النقل محمد الحبيب زهانة توقيف مدير مطار عنابة وذلك خلال زيارة العمل التي قدته أمس الاثنين إلى الولاية وحسب بيان وزارة النقل فإن سبب اتخاذ هذا القرار يعود إلى غياب التكفل بالزبائن والإهمال الملاحظ في مرافق المطار أثناء الزيارة من جهة أخرى يضيف المقال أكد وزير النقل أن دائرته الوزرية ضبطت مجموعة من المعايير لتقييم الموانئ عبر الوطن وذلك للرفع من مردوتيتها الاقتصادية وأوضح الزهانة بأن المعايير المضبوطة والمحددة من قبل الوزارة تمثل مؤشرات هم سيتم الاعتماد عليها لتقييم النجاح الاقتصادية لكافة الموانئ موقع الشعب أونلاين عنوان الحسني جامع الجزائر يعمل على تجسيد الدبلوماسية الدينية والثقافية للجزائر حيث أكد عميد جامع الجزائر محمد المأمون القاسمي الحسني أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع جامع الجزائر يعمل على تجسيد الدبلوماسية الدينية والثقافية للجزائر بأهدافها النبيلة ومقصدها الشريفة وهذا من خلال مختلف مؤسساته وأوضح الشيخ محمد المأمون القاسمي خلال الندوة الختامية لمنتدى الفكرة الثقافية الإسلامية بالمركز الثقافي لجامع الجزائر وذلك بحضور وزير الثقافة والفنون سوريا مولوجي أن المرسوم المنظم لعمادة الجامع ينص على هذه الدبلوماسية الدينية والثقافية والتي من أهدافها تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين دول الجوار ودول إفريقيا خاصة وهي تجسيد الالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يقول حسب ما جاء في هذا المقال دوليا وإلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقع الجزيرة والعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة عنونا الموقع الاحتلال يواصل غاراته ومقتل فريق إغاثة أجنبي في اليوم المئة وتسعة وسبعون للحرب على غزة يقول المقال والثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك وصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على مناطق معدة مختلفة أو مخلفة شهداء وجرحة في حين دارت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في بلدات شمال ووسط غزة ومن جهته قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال فريقا إغاثيا مكونا من بريطاني وبولندي وأسترالي وأخر مجهول الهوية مشيرا إلى أن غارات الاحتلال الإسرائيلية على الفريق الأجنبي بدير البلح أصفرت عن استشهاد سائقهم الفلسطيني ويأتي ذلك في عقاب انسحاب جيش الاحتلال من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد عملية استمرت نحو أسبوعين في حين تحدثت مصادر فلسطينية عن انتشال ما يقارب من 300 جثة من المستشفى موقع القدس العربي عنونا مقتل القائد في فيلق القدس محمد ريضا الزاهدي في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت قنصلية إيران في دمشق حيث أعلنت وسائل الإعلام إيرانية أمس الاثنين مقتل العميد محمد ريضا زاهدي أحمد أو أحد قادة فيلق القدس في هجوم الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير بالعاصمة السورية دمشق واستهدف سلاح جو الاحتلال الإسرائيلية الاثنين مبنى الصفارة الإيرانية ومقر السفير في حي المزة غرب مدينة دمشق وقالت وكالة نور الإيرانية للأنباء أن حسين أكبري سفير الجمهورية الإسلامية في إيران في دمشق وعائلته لم يصابوا في هجوم الاحتلال الإسرائيلي وفي نفس السياق عنونا موقع روسيا اليوم إيران نحن نقرر نوع الرد على هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قنصليتنا في دمشق يقول المقال أكدت طهران مساء أمس الإثنين أنه يجري التحقيق في أبعاد هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق وأن المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتقي النظام الصهيوني المعتدي وفي التفاصيل أدان المتحدث الرسمي باسم وزارته الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة العدوان الصهيوني على مبنى القسم القنصلي في سفرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق مؤكدا أن هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية لا سيما اتفاقية فين للعلاقات الدولية وأردف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات المضدة هي التي تقرر نوع رد الفعل والعقاب للمعتدي يقول هذا المقال وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختم جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر